دكتور منورنا وسعدانك معانا في هذا الوقت الحقيقة الفيصالي لأنه ناس كلها المهتمة بتلقي اللقاح في الوقت الحالي بالتأكيد عندهم أسئلة كتير فأشكرك أنك موجود معانا أنا اللي بشكر حضرتك أني أكون موجود معاك وأنه احنا فعلا نوصر رسالة واضحة للسادة المواطنين بأهمية اللقاح في هذا التوقيت وأعتقد أن الحمد لله يعني اللي احنا شايفينه من إقبال السادة المواطنين بيقول أن مصر الحمد لله من بداية مواجهة هذا الوباء وإلى الآن وإن شاء الله لغاية ربنا ما يتم علينا ساتلو إحنا في الطريق الصحيح يا فندم دي حقيقة والحقيقة أن مصر من الدول الحقيقة من أكتر الدول في منطقتنا وخيئة قول حتى يعني في العالم اللي مهتمة جدا من تضام التلقيح وتلقيح مواطنية قبل ما نروح للتفاصيل طبعا عدد الجرعات اللي جاي قد إيه وأنواعها إيه وكل هذا الكلام لكن حقيقة بتقولي أنه مهم نقول للناس أهمية التلقيح خلينا فعلا نقول للناس أهمية التلقيح وليه مهم نستمر فيه واللي ما خدش اللقاح ياخده حتى وإن كان شاعر أو حاسس أنه الإصابات قلت هل ده شيء مستمر قلة عدد المصابين ولا مع انتهاء فصل الصيف وبداية تغير الجو ممكن تزيد مرة يعني كلمنا عن أهمية أنهنا نهتم بتلقي اللقاح بغض النظر في حالات حولينا شايفينها كتير ولا لا طبعا إحنا في وقت فارق يعني يمكن في العالم كله وإحنا مش منعزلين عن العالم زي حضرتك ما تفضلت وقلت يمكن عدد الحالات عندنا قليل يعني إحنا مبارح مسجلين 97 حالة يمكن ده بن مقارنة بعدد الحالات هو حاجة قليلة مش كتير بس فيه زيادة بسيطة أو طفيفة فيه زيادة الحالات اللي إحنا شايفينه في دول الجوار وفي دول كتير من العالم يعني حضرتك ما يبقى فيه زيادة في الحالات في فيتنام وفي الهند وفي سريلانكا وفي استراليا وفي روسيا وعديد من الدول الأوروبية وفي بعض الدول العربية فلا إحنا لازم العالم كله بيتصرف على أنه فيه موجة ربعة أنه فيه تحورات من المرض موجودة طوء النجاح في هذا الوقت الفارق يعني أعتقد العالم كله استشعره وجمهورية مصر العربية يمكن كانت من أولى الدول اللي سرعت لحكاية اللقاح أنه احنا فعلا نشارك فيه التجارب السريرية أنه احنا نتعاقد على حصص فأعتقد أن طوء النجاح أن ما يكون فاكسين بريفنتابل ديزيز أو مرض يمكن منعه عن طريق التحصين والحمد لله يمكن دي كانت منحة إلهية من ربنا سبحانه وتعالى أن الفيروس قبل ما يكمل سنة وكانت فيه لقاحات طلعة احنا الدولة عملت اللي عليها أعداد اللقاحات وتنويع مصادرها بقت موجودة ومكتملة عندنا وبتتوالى ووصولها إلينا فأعتقد العامل المهم دلوقتي أن احنا عشان نوصل للمناعة المجتمعية أن احنا نطعم أكبر عدد ممكن من السادة المواطنين وأعتقد أن دا الدولة مشى فيه وأعتقد أن فيه مسندة رائعة من السادة المواطنين وإقبلهم على اللقاح دلوقتي حالو خليل